بتواجه شركة ديزني موجة من الانتقادات والهجوم من حول العالم والسبب فيلم بيحكي قصة من أقدم القصص اللي أجيال تربت عليها مولان واللي هو فيلم أكشن بيحاكي نسخة سابقة كرتونية صدرت في سنة 98 مولان اليوم هي وديزني في أزمة سياسية فالفيلم اللي طرح مؤخرا عبر خدمة ديزني بلس لألبث على الانترنت وفي السينمات في عدة دول حول العالم سبب موجة من الهجوم على الشركة معادية وهذه الانتقادات وصلت لحد المطالبة بمقاطعة الفيلم وحتى مقاطعة شركة ديزني كلها على بعضها سبب هذا الهجوم الكبير مو واحد بل سببين السبب الأول واللي يعني ممكن نقول أنه يعني أخف من الثاني اللي حنتكلم عنه هو المباطلة العمل اللي بتلعب شخصية مولان الممثلة الأمريكية من أصل صيني والمولودة في بر الصين الرئيسي ليو ييفاي عبرت على حسابتها على مواقع التواصل كذا مرة عن دعمها للشرطة في هونغ كونغ هونغ كونغ اللي كان فيها احتجاجات مناهضة للحكومة واللي المحتجين فيها اتهموا السلطات الصينية بقمع المتظاهرين شان تفهموا يعني سبب الأزمة أما السبب الثاني فهو موقع تصوير الفيلم واللي كان في مقاطعة شانجيان الصينية المتهمة الحكومة فيها بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان مو بس كده فتتر نهاية الفيلم بيشكر عدد من الهيئات الحكومية في شانجيانج بما في ذلك مكتب الأمن العام في مدينة توربان ودار الدعاية أو دائرة الدعاية التابعة للحزب الشيوع الصيني في المقاطعة وهدو المتهمين بإدارة المعسكرات اللي بتحتجز فيها السلطات حوالي مليون شخص بها منذ عام 2017 معظمهم من مسلمي الإيغور دون محاكمتهم